اشتركوا في القناة عند مستوى 1311 نقطة حيث ساهم قطاع الاستثمار بنسبة 64.1% في القيمة الإجمالية للأسهم والسندات والصكوك والصناديق العقارية المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي تجاوزت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 43 مليون و434 ألف سهم ووحدة وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة 7 ملايين و58 ألف دينار بحريني نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 346 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية أما على مستوى الشركات فقد جاءت مجموعة GFH المالية في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني شركة ألمانيوم البحرين ألبا في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع فتح مجلس المناقصات والمزايدات البحريني في جلسته الإسبوعية 124 عطاء لثلاثين مناقصة تقدمت بها 13 جهة حكومية وبلغ إجمالي أقل العطاءات المقدمة 16.36 مليون دينار وتصدرت الجلسة وزارة الأشغال بطرح ست مناقصات تضمنت مناقصة مباني لمحطة توبلي للصرف الصحي وإنارة جسر الشيخ عيسى بن سلمان وتوفير صهاريج لشفط مياه الأمطار والحالات الطارئة وأعمال الصيانة الوقائية لمبنى متحف البحرين الوطني ومسرح البحرين الوطني ومركز قلعة البحرين الثقافي ومركز الفنون وإعادة تأهيل مبنى بلدية جد حفص بالإضافة إلى دراسة جدوى توسعة محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي والآن نترككم مشاهدين مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية أعرب النائب الأول لرئيسي المتحدة مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح عن تطلع حكومة بلاده إلى استقطاب مشروع تطوير جزيرة بوبيان ومنطقة الحرير استثمارات قدرها نحو 450 مليار دولار في حالة توفير المناخ القانوني المناسب للمستثمر وجاء الحديث خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي التكملية ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قوله خلال الجلسة أنه يود أن يؤكد أن مبلغ 450 مليار دولار هي ليست استثمارات الدولة بل أن المنطقة سوف تستقطب أكثر من 450 مليار دولار إذ استطاعوا تحقيق القانون المناسب للمستثمر والساكن تخطط الاتحاد للطيران لتقديم عرض لشراء شركة طيران إير إنديا الهندية وذلك وفقا لما أعلنته وكالة بلومبرغ التي أفادت بأن الاتحاد للطيران تبحث عن شركاء لها لتكوين اتحاد شركات لشراء الناقلة الهندية المثقلة بالديون بحسب صحيفة البيان وبدأت الاتحاد مرحلة جس النبط مع مجموعة ريلاينز الهندية المملوكة للملياردير الهندي أنيل أباماني من أجل إبرامي شركة أو شراكة لشراء إير إنديا وعلى صعيد آخر أبرمت الاتحاد للطيران الهندسية شراكة مع شركة بيكرب الألمانية المتخصصة في أبحاث وتطبيقات التقنية المستقبلية وتهدف هذه الشراكة إلى وضع خارطة طريق للجيل المقبل من حلول تقنية التصنيع والمعروفة أيضا باسم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الطيران افتتح في دبي فندق فخم عائم على متن سفينة ذكوين إليزابيث 2 الشهيرة التي رست في دبي عام 2008 بهدف تعزيز السياحة في الإمارة وقال المنظمون إن السفينة التي خضعت لتجديدات تجاوزت قيمتها مئة مليون دولار لتحويلها إلى فندق عائم ستكون وجهة سياحية حديثة في المدينة وسيفتتح الفندق العائم الذي يقع في ميناء راشد على مراحل ويضم رفق ترفيهية احتفظت بطابعها الكلاسيكي الفريد ويشير المنظمون إلى أن سفينة ذكوين إليزابيث 2 التي بدأت مسيرتها في عام 1969 وأنهتها في العام 2008 ما زالت تحتفظ بالمرافق نفسها التي خضعت للتجديد فقط ترجمة نانسي قنقر